هذه أبرز العناوين مين ديليبار يطالب الكعبي بالبقاء في أولمبياكوس لموسم أخر ويؤكد أهمية المهاجم المغربي في خططها لامين يامل يتلقى ردا صادما بعد رفعه عالم المغرب في مباراة إسبانيا وكرواتيا في كأس أمم أوروبا على أبو العروش يشارط الرسمية في أولمبياد باريس أول اعتدار والآن إلى التفاصيل ولكن من قبل باش تكون أول واحد كتتوصل بجديد الأخبار العالمية والمغربية المرجو وضع زر إعجاب واشتراك وتفعيل الجرس مين ديليبار يطالب الكعبي بالبقاء في أولمبياكوس لموسم أخر ويؤكد أهمية المهاجم المغربي في خططها يأمل خصي الويس مين ديليبار مدرب أولمبياكوس اليوناني في إطالة مقام مهاجمه المغربي أيوب الكعبي في الصفوف النادي وفق صحيفة رليفو الإسبانيا فإن الكعبي يدخل ضمن دائرة اهتمام خطافه والاسبالماس لتعزز خط هجومه فضلا عن عروض أخرى من العديد من الفرق في أوروبا وأشار المصدر ذاته إلى أن مين ديليبار طلب من مهاجمه المغربي البقاء باعتباره مفتيح السير في المشروع وعيدا إياها بكون الموسم المقبل سيكون أفضل من العام الماضي ويأمل المدرب الذي أخرج أفضلا ما في جعبة الكعبي وفق الصحيفة الإسبانيا في إقناعه بالبقاء في النادي اليوناني الموسم المقبل باعتبار غياب أي معاوض للمغرب في خططها وسجل الكعبي موسما تاريخيا بقميس أولمبياكوس حيث أحرز 33 هدفا الموسم المنقضي منها هدف التتويج بدور المؤتمر الأوروبي لامين يامل يتلقى ردا صادما بعد رفعه عالم المغرب في مباراة إسبانيا وكرواتيا في كأس أمم أوروبا أتار جنح نادي برشلون والمنتخب الإسباني لامين يامل جددا كبيرا بين المغرب بعدما ارتدى حذاء يحمل عالم المغرب بلده الأصلي خلاله مباراة المنتخب الإسباني ضد نادره الكرواتي في إطار منافسة كأس أمم أوروبا يورو 2024 المباراة التي كانت جزءا من الجولة الأولى لدور المجموعة شهد تصرفا اعتبره البعض غير لائق تجاه العالم الوطني وظهر على حذاء لامين يامل عالم المغرب الذي ينتمى إليه والده إلى جنب علام غني الاستوائي بلد والدته ورغم أن اللاعب كان يهدف إلى تكريم أصوله المتعددة إلا أن هذه الخطوة أثرت انتقادات من بعض الجمهور الذي لم يتقبل بعد اختيار يامل تمثيل ألوان المنتخب الإسباني بدلا من المغربية وعبر العديد من المغرب عن استياءهم في منصة التواصل الاجتماعي بعد انتشار صورة الحذاء بسرعة بعضهم اعتبر أن وضع العالم الوطني على الحذاء يعد تقليلا من قيمته ورمزيته وقال أحد المعالقين العالم المغربي يمثل كرامتنا وهويتنا ووضعه على حذاء يعد تقليلا من شأنها كما أشار أخرون إلى قرار يامل بتمثيل المنتخب الإسباني معتبرين أن وضع العالم المغربي على الحذاء خطوة لا تهبر عن التزامه الحقيقي بجذوره المغربية وقال أحد التعليقات لا من اختار تمثيل إسبانيا على حساب المغرب واليوم يضع علم المغرب على حذائها هذا التصرف لا يعبر عن احترام لأصولها في المقابل دعا البعض إلى احترام اختيار يامل وحقه في التعبير عن اعتزازه بجذوره المتعددة وقال أحد المدافعين عن اللاعب لا من يهم الفخور بأصوله الإفريقية والمغربية وهذا الحذاء يعبر عن تنوعه التقافي وليس عن انتقاص من أي بلد على أبو العروش يشارط الرسمية في أولمبياد باريس أو الاعتدار الشرط حارس على أبو العروش على التقم التقني للمنتخب المغربي الأولمبي اللاعب كأساسيا للمشاركة في الألعاب الأولمبي القادمة باريس 2024 وإلا سيطلب إعفاءه من المشاركة ويرغب بلعروش في اللاعب بالتشكيلة الأساسية للمنتخب الأولمبي لا سيما بعد علمه بإمكانية مشاركة ياسين بونو أو الحارس الثاني للمنتخب مونير المحمدي الأمر الذي يقلص من حدوضه في اللاعب كأساسيا ويفضل حارس نادي السرسبرغ الفرنسي خوض الاستعدادات السنوية رفقة فريقه بدلا من الجلوس في ذكة احتياط المنتخب الأولمبي حكيم زياش القيمة التسويقية لللاعب تتراجع شهيدة القيمة التسويقية للنجم المغربي حكيم زياش انخفاضا جديدا بعدما أتم موسمه الحالي مع نادي غلاد سرية بتحقيق لقب الدوري وفقا لموقع ترانسفير ماركت المتخصص في إحصائية اللاعب فقد تراجعت القيمة التسويقية لزياش إلى 9 مليون يورو بعدما كانت في التحديث ما قبل الأخير عند 9.5 مليون يورو ويعد هذا التراجع الجديد للاعب المنتخب المغربي استمرارا للسقوط الذي تعرضت له قيمة زياش التسويقية خلال السنوات الماضية حيث كانت قد وصلت إلى أهل مستوياتها مع نادي آيكس الهولندي سنة 2019 بـ 50 مليون يورو ويرتقب أن يتم حسم مصير حكيم زياش خلال الأسابيع القادمة حيث تلح في الأفق احتمالات مختلفة منها العودة إلى تشيلسي حيث قد يقرر حكيم العودة إلى نديها الأصل تشيلسي والبحث عن فرصة جديدة لإثبات قدراتها أو البحث عن فريق جديد في ظل صعوبة العودة إلى تشيلسي وقد يفضل خوض تجربة جديدة مع فريق آخر في أحد الدوريات أو الاستمرار مع فريق كلا تصاري حيث يبقى هذا الخيار مطروحا على الطاولة خاصة بعد تحقيقه لقب الدورة مع الفريق مما قد يشجعه على البقاء والاستمرار في التألق وأي أن كان قرر حاكم زياش فإن موهبته وخبرته لا تغض النظر عنها مما يجعله هدفا مغرية للعديد من الأنذية التي تسعى لتعزيز صحفها بلاعب مبدع من طرازها رونالدو يقارب أسطورة ريال مدريد من التعاقد مع النصر السعودية كشفت تقارير إخباري أن الإسباني فيرناندو هيرو المدير الرياضي الجديد لنادي النصر السعودية يسعى لاستقطاب أكبر النجوم في كرة القدم لضمهم للنادي بهدف تقوية الفريق للعودة للمنافسة على الألقاب ونقل موقع أيرام نيوز عن التقارير ذاتها أن سيرخيوراموس أسطورة المنتخب الإسباني وبطل العالم 2010 وأوروبا 2008 و2012 يأتي في مقدمة الأسماء التي يسعى قائد إسبانيا السابق فيرناندو هيرو لقدمها إلى ملعب الأول بارك في موسم 2024-2025 وضفت أن كريستيان رونالدو وفيرناندو هيرو يسعين إلى إقناع السرخيوراموس بالانضمام إلى النصر بينما تعاول إدارة النادي على العلاقة المميزة بين كريستيان رونالدو والزميله صخرة دفاع الريالي سابقا ليلتحق به في النصر ولعب رونالدو جنبا إلى جنب مع راموس طيلة تسع سنوات كاملة في أحضان الفارق الملكي وقاده إلى الكثير من الألقاب لعل أشارها الفوز بدور أبطال أوروبا في أربع مناسبات من بينها لقب نسخة 2014 عندما سجل اللاعب في شبك أتليتيكو مدريد وكان راموس خدم موسم 2023-2024 مع ناديها الأم إشبيليو الذي انتهى عقده معه بنهاية الموسم الماضي بعد أن شارك النجم السابق لريال وبريسان جرمان في 37 مباراة وستجل سبعة أهداف بينما صنع هدفا وحيدا يشار إلى أن النصر السعودي أعلن في الرابع من يونيو الجاري تعين الأسباني فرناندو هيرو مديرا رياضيا للنادي بدءا من الموسم الجديد اشتركوا في القناة